احنا فريق الصليت الإخباري بنقدم أحر التعازي للكويت وللشعب الكويتي بوفاة أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو مش بس خسارة كبيرة للكويت ولأهل الكويت لا هو كمان خسارة كبيرة للأمة العربية والإسلامية هو خسارة كبيرة إلنا جميعاً الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أهل الكويت ويصبرنا جميعاً حلقة جديدة حسن الزعزوع محمود الزعزوع ياسر الزعزوع تلات شباب من غزة قرروا يشتروا قارب بالأقصاط وينزلوا على البحر يصيدوا سمك ويسترزقوا بما أن البحر هو منفذ أهل غزة الوحيد عيب لا حرام لا جريمة لا وفعلاً نزلوا على البحر الجيش المصري شاف تلات صيادين عم بيقربوا من حدوده وعم بيقربوا من مياهه وقرر يتصرف حكى معاهم لا نبههم لا قالهم يلفوا ويرجعوا لا شافهم إذا بدهم مساعدة يساعدهم لا أطلق عليهم الرصاص أتل اتنين وواحد مصاب أولادي أضولت ثلاثة يا ناس ثلاثة أضولت ثلاثة ثلاثة أتلتوهم ليش كسرتوا قلب أمهم ليش لنفرض جدلاً هالثلاث صيادين غلطوا وقربوا على الحدود المصرية وعلى المياه المصرية معقول يعني هالثلاث صيادين هددوا أمن مصر القومي هالثلاث صيادين شكلوا تهديد على مصر اللي جيشها تاسع أقوى جيش بالعالم روحوا احكوا معهم احكوا لهم لفوا ويرجعوا اعتقلوهم يا سيدي اعتقلوهم بس أتلتوهم ليش كسرتوا قلب أمهم ليش يا سيدي افرضوا المجرماهم افرضوا تاهو عادي بتصير ساعدوهم وصارت قبل هالمرة قبل سنة في صيادين من مصر تاهو ووصلوا شاطئ غزة أهل غزة ما أطلقوا عليهم الرصاص أنقذوهم وساعدوهم وعاملوهم بكل حب واحترام ورجعوهم امعززين امكرمين لمصر هاد هو رد الجميل؟ هاد هو رد الجميل؟ طبعا هذا الكلام مش موجه للشعب المصري موجه لللي أتل وللي أمر وللي شمت وللي سقف طبعا للأسف هاي الجريمة مش معزولة ومش أول مرة بتصير بـ 5-11-2015 أتلوا الصياد في راس مقداد بـ 26-12-2015 أتلوا إسحاق حسان في 13-1-2018 قتلوا الصياد عبدالله زيدان وبـ 7-11-2018 قتلوا الصياد مصطفى أبو عودي أتلتوهم ليش؟ كسرتوا قلوب أمهاتهم ليش؟ هلأ رح يجي واحد يسألني يا ترى إذا التعدي هذا أجى من الجانب الإسرائيلي مصر رح تتصرف نفس التصرف؟ لا بـ 2011 و2013 الجانب الإسرائيلي تعد على السيادة المصرية واخترق الحدود المصرية وأتى الناس شو عملت مصر؟ ولا إشي اتخذت وضعية صرصور الحقل ونقول كما قلنا في حلقاتنا السابقة أسد علي وفي الحروب نعامة أو بلحة على سيرة البلح في مصر طلعت بعض المظاهرات في بعض المناطق بالطالب برحيل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلونا نشوف مع بعض إحنا فريق الصليت الإخباري ما عنا إشي نحكيه غير الله يحمي مصر أرضاً وشعباً وقيادة مالا مالا هنيكولاس مالا والله مش فاهم عليك شو النظرة هاي كولاس النظام المصري وإعلامه قرر يضربوا مصدقية المظاهرات اللي عم تطلع في مصر فشو عملوا؟ شو فبركوا مظاهرة شو يعني فبركوا مظاهرة؟ يعني عملوا مظاهرة مصورة مسبقاً شو يعني يعني عملوا مظاهرة تمثيلية واخدوا هاي المظاهرة وبعتوها للتلفزيونات المعارضة عشان التلفزيونات المعارضة تنشرها ويحكو لهم خدعناكم وقعتوا بالفخ هبايل وفعلاً نجحت الخطة وكتير جهات وكتير تلفزيونات ويقعوا بالفخ ونشروا هاي المظاهرة المفبركة خلونا نشوف المظاهرة المفبركة مع بعض بصراحة وما حدا يزعل مني حركة ذكية جداً حركة عبقرية جداً إذا بدك تقنع الناس أن المظاهرات في بردك مفبركة بكل بساطة فبرك مظاهرة واعطيها للناس ينشروها وبس ينشروها احكي لهم هاي المظاهرة مفبركة أنا فبركتها هاي زي كل مظاهراتكم مفبركة هاي خدعناكم 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 هاي كلكم على بعض مفبركين حركة ذكية جداً بس وين المشكلة؟ وين؟ المشكلة أنك تمسك فكرة عبقرية وخطة ذكية وتعطيها لواحد غبي يطبقها ليش بحكي هذا الكلام؟ ليش؟ راح أحكي لكم لأنه الإعلام المصري والنظام المصري طلعوا واعترفوا أنه في مظاهرات يعني بعد ما عملوا هاي الحركة العبقرية طلعوا واعترفوا أنه في مظاهرات طالما بدك تعترف يعني شو الهدف من الفكرة كلها يعني هاي الخطة ليش عملتها؟ يعني ايش بدك؟ شفت ليش قلت لكم أنه كتير غلط تمسكوا فكرة عبقرية تعطوها لواحد غبي يطبقها؟ شفتوا؟ شفتوا خلونا نشوف اعترافهم بالمظاهرات مع بعض ده في مظاهرات في بعض الحاجات اللي كانت يومين اللي فاتوا كل خطابهم كل كلامهم الإخوان الحقائق النهاردة بتقول أنه أيوة النهاردة في مواطنين نزلوا في عدد من القرى عدد محدود من القرى في بعض في محافظات الجيزة ممكن يكون في في الصعيد إحدى القرى يعني مسألة مسألة يعني بنتكلم على وجه إبلي برجع بأكد إنها حركة ذكية جدا وعبقرية جدا في حال تم تطبيقها بالشكل الصحيح وتضرب مصدقية الإعلام الآخر والإعلام الموازي لكن مع إنه هاي الحركة ذكية لكنها تعتبر سيف ذو حدين اسألوني كيف كيف بكرة أنت يا إعلام يلي فبركت مظاهرة شو بيعرفني بكرة بس تفرجوني مظاهرة مؤيدة إنكم مش مفبركينها شو كيف شو بضمنلي وعلى سيرة الفبركة أترككم مع أحمد الخالدي وفقرة أخبار دقيقة في دقيقة لكن قبل ما تدخل خالدي عندي سؤال هدول اللي اعتقلتوهم نتضامن معاهم ولا برضو لإعتقال فبركة أدخل بونسور ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان يشتري غسالة فول أوبشن معنى الشافة ومكوا لرئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يثمن خطوة سمو الأمير محمد بن سلمان بشراء غسالة فول أوبشن معنى الشافة ومكوا لرئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنيا وزير الخارجية المصري سامح شكري يستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجاً على وجود فلسطينيين على قيد الحياة في قطاع غزة الحكومة اللبنانية تبدأ تقسيم جهنم على أساس طائفي استعداداً لاستقبال اللبنانيين الجماركو الأردنية تضبط مجموعة من فيروسات كورونا حاولت التسلل عبر الحدود مع أربعة ضبع شو نيكولاس فيش خبر حقيقي اليوم؟ لا مافي انهي وحكي للناس يحطوا لايك واكتبونا تعليق حلو وينشروا الحلقة بين أصحابهم لا ياسيد بدي أحكي لهم يحطو لنا ديس لايك ويفوتوا يسبوا علينا عادي وينادوا صحابهم يسبوا علينا عادي ويشتركوا بالقناة كمان انتي بدي أنهي كان معكم أحمد الخالدي وأخبار دقيقة في دقيقة يسقط نيكولاس ومرو اللي بتظلها تقاطعني شكراً خالدي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نيتنياهو طلعت عليه فضيحة شو اللي فضيحة؟ إنه الزلمة كل ما يروح على أمريكا بيخد غسيله الوسخ وغسيل مرت الوسخ وغسيل ولاد الوسخ وغسيل جيران الوسخ وغسيل أصحاب الوسخ بخدهم معاه على أمريكا عشان يغسلهم هناك ببلاش شوف معينك رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بس بصراحة شفقت عليك عشانيك أنا نيكولاس خوري بقدملك هذا مصحوق الغسيل مني إلك عن طيب نفس زيادة عن حاشدي وأنا مر والحراتي بتبرع بيهودا وفي هدول كمان كيس خبز ناشف مع شوية خضار حواضر البيت هذا اللي بقدر عليه وعن طيب نفس ربنا الله عن طيب نفس فضل خالدي خالدي عطا 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 الإكزيز خاسي الإكزيز شايفة مروة هو لا حبيبي عطا عطا كامري الصافة بره سبعة تسعين وايد وايد علي بس إش حان بطارياتها بطارياتها فاضية وأنا أحمد الخالدي في عندي شوية ملابس وأطنيات بس لو سمحت تخسل لي ياهم معاك ترجع لي شكرا مروة شكرا خالدي شكرا جاسم وأي حدا حبيبي أدم إشي لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي عن طيب خاطر يكتب لنا بالتعليقات والله ينجزيكم كل خير على سيرة الفضايح لازم نسأل حلنا السؤال اللي صورنا نسأله كل أسبوع هل الإمارات لسه عم تفضحنا الجواب نعم 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 شوفوا مثلا هذا الشاب لكيوت اللذيز الصورة ماقولة بكل بساطة والصورة التي في ذهن كثير من العرب الإسرائيلي يقتل فلسطيني هذه الصورة التي عملت عليها قناة الجزيرة بالتحديد لسنوات طويلة نحن بحاجة أن نعمل كي نغير هذه الصورة النمطية التي نتفق كلنا وتكلمنا عنها كلنا لكن نحن بحاجة حقيقة في المرحلة المقبلة على عمل أكثر عمل أكثر أهاه أهام يعني إحنا كعرب وكمسلمين عندنا صورة نمطية عن الاحتلال الإسرائيلي أنه بقتل الفلسطينيين ومخدين هاي الصورة النمطية من الجزيرة مش من الواقع وأحنا اللي لازم نغيرها طب السؤال هلأ كيف لازم نغير هاي الصورة النمطية؟ كيف وهون بننتقل إلى سؤال الأسبوع كيف نغير الصورة النمطية اللي طلع على الاحتلال الإسرائيلي أنه بقتل الشعب الفلسطيني؟ 1 نبطل نتابع الجزيرة ونستر انتابع سكاينيوز عربية عشان تختلف عننا صورة النماطية وتتغير 2 نقلب الموازين على الشعب الفلسطيني ونقلب الطابل على الشعب الفلسطيني وناخد الصورة النماطية من الاحتلال الإسرائيل التي اقتلها على الاحتلال الإسرائيلي 3 بكل بساطة لاحتلال الإسرائيلي يبطل لاحتل الفلسطينيين أرسل الإجابة الصحيحة إلى هاشتاغ الصليد الإخباري، وأربح بطاقة تدريكليل بدك تستخدمها انت حر حابب تعطيها للنتينية هو عن طيب خاطر برضو انت حر والله يجزيكم كل خير هلأ رح تسألوني هذا الفيديو شو قصته هذا الفيديو من وين أجه شو مصدره بكل بساطة يا جماعة الخير هذا الفيديو جاي من ندوة ثقافية وجلسة نقاشية عملوها نخبة من الإعلاميين العرب والإسرائيليين شو الهدف من هاي الندوة الثقافية والجلسة النقاشية اللي صارت الهدف انهم يعني يتناقشوا كإعلاميين كيف يستخدموا الإعلام عشان ينشروا السلام في الشرق الأوسط وكيف يستخدموا الإعلام عشان يزرعوا تقبل التطبيع في رأس المواطن العربي عم بيعملوا هذا الكلام على العلن عم بيحكوا لنا انه بدهم يستخدموا الإعلام عشان يغسلوا دماغنا على العلن مجددا هاي المشكلة لما تأخذ خطة ذكية عبقرية تعطيها لواحد عبيط وغاب يطبقها على العلن رسالة إلى العرب رسالة إلى العرب قريبا الإعلام رح يبلش يغسل دماغكم بس تحكوش لحدا الخطة سرية أكرر الخطة سرية أكرر الخطة سرية شباب بالنسبة حق موضوع أرمينيا وأذربيجان إحنا ثرى مع أذربيجان فأنتو كسليط لازم تغسل مخ المشاهد أنه يكون مع أذربيجان ضد أرمينيا حلوين؟ سهلة كتير كتير أنا من عندي تمام وأنا من جهتي اعتبر الموضوع تم بس يا طويل العمر قبل ما ننهي هاي النذوة في أي رسالة بتحب توجهها لجميع اللي بيشاهدونا آخر خبر معانا لليوم هو عن السودان هل السودان راح تطبع ولا لا بصراحة ما في إشي مؤكد بس المؤكد واللي عم بيصير حاليا إنه السودان عم بتمارس عليها البلطج السياسية بكل ما تحمله كلمة بلطجها من معنى عم بتمارس عليهم الضغط عم بتمارس عليهم الإبتزاز الترغيب والترهيب إنه إذا بالطبع يا سودان رح نزبطك رح نشيل عنك العقوبات رح نشيل اسمك من قائمة الدول الدعمة للإرهاب رح نعطيكي أكم من مليار يتبحبح وضعك فيهم هذا الكلام خطير جدا ليش لأنه معناه يا سودان إذا ما بالطبعي ما بنشيل عنك العقوبات إذا ما بالطبعي اسمك رح يضل بقائمة الدول الدعمة للإرهاب إذا ما بالطبعي حنسيب اقتصادك يدهور ومش رح نسأل فيك هلأ ما بدي حدا يفهم كلامي غلط ويفهم إني عم ببرر للسودان في حال طبعت لا أنا عم بنقولكم الخبر كما هو السودان عم بتمارس عليها البلطجة السياسية بكل ما تحمله كلمة بلطجة من معنى وما رح نحكي مين اللي عم بيمارس هاي البلطجة السياسية عشان ما نعمل حساسيات أما بالنسبة للشعب السوداني فالشعب السوداني مقسوم قسمين قسم ضد التطبيع جملة وتفصيلا وقسم مع التطبيع لأنه شايف التطبيع رح يجيب للسودان التطور والانفتاح والازدهر اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات لا يعني بأي حال من الأحوال إنكار حقوق الفلسطينيين هذا أمر مختلف الشيء الآخر المهم جدا هو مراعاة المصلحة الوطنية العليا السودان أولا ولا بكل تحزم وتأكيد لا يمكن أن يتم السماح لأي كان بأن يتم المزايدة بإسم القضية الفلسطينية وهذه التهمة التي توزع يمينا ويسارا نحن نرى ونرنو ونتطلح إلى بناء سودان قوي له علاقات قوية مع كل الدول ومراعاة لمصالحه العليا بعيدا عن أي أغراض أخرى شوف إذا بدك تريح راسك وتخفف عن حالك وتطبع عشان تخلص من العقوبات طبع بفهم ما بتفهم بس بفهم أو بتفهم بس ما بفهم ما بعرف الفرق بينهم المهم طبع غيرك طبع بدون مقابل غير جيلاتو ونياق طبع انت حر ما رح أزاود عليك انت حر بس في نقطتين لازم أعلق عليهم مش مزاوة دراسة مح الله بس لأنهم غلط أول نقطة ما تطلع تحكي إنه تطبيعك مع الاحتلال الإسرائيلي لا يعني تخليك عن حقوق الفلسطينيين لا يعني ويعني ونص وإذا مش مسدقني شوف كلام نتنياهو لمصار التطبيع لإمارات الإسرائيل وعدت باتفاق سلام مع الدول العربية وأنتم الإعلان قلتم كيف ستحقق ذلك إذا لم تسمح بإقامة دولة فلسطينية وقد أثبت ذلك الآن ها؟ سمعت؟ تطبيعك أنت والإمارات والبحرين هو تنفيذ لخطة نتنياهو وحلم نتنياهو أنه يعمل سلام مع الدول العربية دون الحاجة للاعتراف بفلسطين يعني دون الحاجة لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم يعني هذا التطبيع هو رسمياً حرفياً لتريلي تخلي عن حقوق الفلسطينيين فإذا بدك تطبع طبع بس لا تيجي تعملي فيها الحريص على حقوق الفلسطينيين لا ياابة طبع وانت ساكت طب مش هزاود عليك بس طبع وانت ساكت تاني نقطة ما تيجي تحكيلي أنه التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي رح يجيب للسودان التطور والانفتاح والازدهار كان غيرك أشطر فرجيني وين التطور والازدهار والانفتاح في الأردن بعد 26 سنة من ودي عربي فين التطور والازدهار والانفتاح في مصر بعد 42 سنة من كامب ديفيد وينهم؟ التطور والانفتاح والازدهار بيجي لما يكون عندنا قيادة ما بترضخ للابتزاز السياسي والبلطش السياسية بيجي لما يكون عندنا قيادة تشيل العقوبات غصباً عن المجتمع الدولي لأنها عقوبات ظالمة بدون مقابل قيادة تأخذ ثروات السودان وتبني فيها السودان وشعب السودان مش قيادة تروح للعالم مشان الله مشان الله اسمحولي أستخدم ثروات بلادي شفت من وين بيجي التطور والانفتاح والازدهار شفت وصلت وهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا بتعرف شو معنا هذا الكلام؟ معنا هذا الكلام منه الآن كما عودناكم اللي أنا عودكم دائماً أترككم مع فيديو الأسبوع أنا زاير نص العالم بيسمحوا لللبنانية وما يزعلوا مني بعد في كتير أضايا نستعملها بحياتنا هي السنوية عندنا خيار اليوم ناخده أما مبسوطين أما مكرهين يحقول يحقول الحفاظات نحن نعتبر الحفاظ هو أولوية الأولويات أنا بعدني جاي من الصين لليوم الشعب الصيني ما بيستعمل الحفاظات الأمبراطورية الصينية الأمبراطورية الصينية الاقتصادية لليوم ما بتستعمل الحفاظات شو البديل؟ بيستعملوا اللي كنا نستعملوا نحن بالماضي فوض وتتغسر وتتنظف اليوم نعتبر لكلناكسي أولوية الأولويات معلاش أنا بتذكر وبعدني لانيوم مشغلي بتعملي فوت امرأة تلي تستعمليها تغسليها وتنشريها وبتكوية شفتوا يا لبنانيين انتو مش فقرة انتو مشكرتكم بس يعني تنظيم ما بتميزوا بين الامور الثانوية والاساسية وفي امور ثانوية ثانوية بتعتبروها اساسية فبتفكروا حالكم فقرة عشان هيك اترككم مع مروة الحراتية تشرح لكم كيف تستغنوا عن هاي الامور الثانوية مروة جيب الصندوق مرشح ومختك نازلة وما عندك محارم لشو المحارم فيه كمك واذا الدنيا صايفية ولابس نس كم فيه كناباية جيتك الدورة وما معك تجيب فوت صحية لشو الفوت الصحية ما عندكم حمام بالبيت تسكعي ست سبعة ايام بالشهر بالحمام منيح الانسان هيك يقضي وقت معه ومع حاله الدنيا الشتوية وبردانين عبوتوا بعض عبوتوا بعض قامت اخر مرة شفنا عائلة عم بتحب العائلة عم بتعبر لبعض عن حب ودفق مشاوبين بعضو عن بعض بالنهاية نحنا بشر لازم لنا سبيس الحفاظات القماش اللي خبرنا عنه نتوسخ وبدلون غسيل ما في كهرباء سهلة ذاكرين لوقتا كان معاكن مساري تشتروا صابون كيف جبقة شوية من الصابون اخر شي بتبر شوون ماي جرن شمس خلصت ما في شمس هايلا نتانياهو مش احسن منكن بتضبون واول مشوار عنكن يا عاميركا بتخدوه معكن كان معاكن نيكولاس خوري مروى الحراتي أحمد الخالدي جاسم العلي فريق العمل الصالية الإخباري واحد واحد لنا لقاء اخر عزيز المشاهد عزيزة المشاهدة في مجال بس بعد إذنكم ترفعوا أصابعكم حطوا لايك اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وحضروا هاي الحلق رجاء هلأ نزلوا أصابعكم بعد إذنكم واكتبوه لنا طاليك حلوكة شجعونا شكرا شكرا